في الوقت الذي بحث فيه البابا فرانسيس والعاهل الأردنية الملك عبدالله الثاني قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل عده خطرا على السلام في الشرق الأوسط تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار ضد القرار الأمريكي بشأن القدس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة تعقد جلسة طارئة بناء على طلب دول عربية وإسلامية بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما دفع واشنطن إلى تحذير دول الجمعية من التصويت لصالح القرار الذي يطالبها بسحب قرارها المبعوث الفلسطيني في المنظمة الدولية رياض منصور قال إن الجمعية العامة ستصوت على مشروع قرار يدعو لسحب إعلان ترامب وأفصح المبعوث عن أمله في أن يحصل المشروع على تأييد ساحق في الجمعية العامة أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر صوتوا بتأييد مشروع قرار يرفض القرار الأمريكي الذي قدمته مصر والذي لم يذكر واشنطن ولا ترامب بالاسم لكنه أبدى الأسف الشديد إزاء القرارات التي اتخذت في الآوينة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس الولايات المتحدة التي رفضت مشروع القرار الدولي بالفيتو عادت وهددت مندوبتها في الأمم المتحدة نيكي هايلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة من التصويت على القرار وبعثت رسائل لتلك الدول تخبرهم فيها أن واشنطن ستضع في حسبانها الذين صوتوا لصالح القرار الذي ينتقد التحرك الأمريكي لكننا نفعلها لا ترامب بالفعل